اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختلاعات الوظيفية تؤدي بجهاز المناع المنوض بي انه هو يعمل ايا دكتور عماد انه هو يدافع عن جسم الانسان فنلاقي ان جهاز المناع هذا الجيش المجند في جسم الانسان لحرب كل ما يدخل الجسم من خارج جسم الانسان ونوضح ان سبحان الله يعني نلاقي ان طبيعة جسم الانسان تقريبا كطبيعة العالم كل يعني العالم اخذ يعني نظام هذا العالم موجود في جسم الانسان بصورة اكبر واكثر عمقا فنلاقي ان جهاز المناع زي جيش بيدافع عن جسم الانسان وكمان ايا دكتور يدافع ضد الاجسام الخارجي او زي ما احنا بنسميها الانتيجين الانتيجين اي جسم خارجي بيدخل جسم الانسان بيبدأ يخرج له الانتيباضي اللي هي الاجسام المضادة اللي هتحارب مين الانتيجين فبتبدأ تعمل لي حاجة اسمها انتيجين انتيباضي راكشن ده عملية دفاعية عن جسم الانسان من الاجسام الخارجي فبنلاقي ان جسم الانسان في بعض الامراض المناعية مثلا زي ما تكلمنا سابقا عن الروماتويد بنلاقي ان جسم المناع نفسها بتهاجم السينوفيا المنبرين او الغشاء المفصل كذلك النهاردة هنلاقي ان المناع برضو نفس النظام بتبدأ الانتيباضي دي تتوجه او تصيب او تحارب الاغشية المغلفة للاعضاء بالصورة عامة او الاغشية البطانة الداخلية للاعضاء فنجد ان المنبرينز دي على مستوى الاعضاء الداخلية وخصوصا الكلتين اكثر الاعضاء اصابة مع حالات الزئب الحمراء نلاقي الاغشية دي بتبدأ تصاب فتبدأ تلتهب فتبدأ تدريجيا تفقد وظيفتها جميل فهذه الاختلالات تسمى باختلالات المناع الزاتي اختلالات المناع الزاتي باختصار وايجاز وعلى نفس الوتيرة هناك اختلالات مناعة موجودة على مستوى الجسم بصورة متعددة سواء لالتهاب الكابل المناعي او العين او ممكن نلاقي على مستوى الجلد زي الصدفية او نلاقي الفيتليجو او الحالات البهاء كل هذه تسمى اختلالات مناعة زاتي هل لها سبب حيوي الانسان بيتدخل فيه فبيأثر على المناعة الزاتية ولا ده بيبقى سببه راسي بالتأكيد هناك اسباب ان بحثنا عن الاسباب ما فيش اي شيء في الدنيا الا باسباب ولكن الاسباب يا تره يا ايه ما عنديش سبب اقدر امسكه بصورة مباشرة صورة دايرك تمشلاء السبب ولكن الاسباب اشياء كثيرة قد تسبب الخلل المناعة منها مثلا الاغذية نفسها الاغذية المحفوظة قد تسبب بعض اختلالات المناعة قد نجد بعض الخضروات اللي هي الغير ناضجة قد تسبب بعض الاختلالات الفواكه غير ناضجة قد تسبب قد تكون سبب لان فيها بعض السيانيد او السمية اللي موجودة اللي ممكن تسبب خلل على مستوى جهاز المناعة العادات بعض العادات الناس اللي بتنام دايما باستمرار فوق السطح او تحت المراوح او في التكييف ويخرج من التكييف من الساخن على البارد مباشرة او من البارد على الساخن مباشرة هذا كله يسبب استقطاب مناعي وتدريجيا يؤدي الى خلل مناعة الاكلات الناس التي لا تأكل اكلات بانتظام اكلات وجبات صحية قد يأخذهم الحال الى الاصابة بمرض مناعي مثلا حد بيأكل باستمرار بكليات او باستمرار اللحوم قد يؤدي الى ذلك الى اصابته بمشكلة مناعي اذا لو بحسنا على الاسباب هنلاقي اسباب كتير جدا جدا وعلى رأسها كما اقول دائما المدنية التي اتت بجاح افها الغذائية وسمومها الدوائية وحقا بتتكلم عن الاسباب كلها بتنصب او بتشاول ناحية اسلوب ونمط حياة الناس ويعني التغذية واسلوب التغذية ولكن احنا بقينا في امر واقع اننا بنستخدم مبيدات بشكل غير مصرح به في التسميد او في الزراعة فبالتالي بقى امر واقع ان الغذاء اللي هو هيساعدنا على تقوية المناعة هو اصلا محمل بالسجوم فازاي واحنا في هذا الامر الواقع نحسن من كفاءة الغذاء بقدر الامكان ونجعله يعني مفيد وبيساعد في التغذية الصحية السليمة او نخليه غذاء امر بقدر المستطاع يعني هو من الصعب بسرعة كبيرة جدا ان انا اقدر ان انا يعني اصلح شيء ضر يعني غذاء ضر انا مش اقدر انا قدر المستطاع ما زودش الضرر على هذا المشكلة يعني انا عندي مشكلة اغلب النباتات بقت زي ما احنا عارفين كلنا يعني ممتلقة بالهرمونات كل هذي او بسموم الرش والمبيدات بسرعة عامة ولكن احنا قدر المستطاع ما نزودش الحملة بقى حملية دايما نخليه بنا من عملية الطهي يعني الاواني اللي بنطفها دكتور عماد الاواني استخدام الاواني النحاس او الالمونيا او هذي الاشياء قد يضر بالصحة اكثر واكثر يضر الطهي نفسه طبخ الخضروات ده بيفقدها فائدتها يعني هي اصلا محملة ببعض المشاكل واحنا كمان نكمل عليها يعني عملية الطهي على الاقل اتحكم فيها على الاقل اكل الطعام بالصورة جيدة لو اخذ اللحوم يبقى اخذ كمية قليلة لا اكسر من اللحوم طب الخضروات تبقى نيف ني او زي ما بنقول دايما على البخار يبقى بكيمتها الغذائية الكاملة يعني من الحاجات العجيبة يا دكتور عماد الحاجات العجيبة جدا يعني انا بلاقي السبانخ السبانخ بيتبخوها الناس بيتبخوا السبانخ معي؟ حضرك لو كانت السبانخ هتلاقى بالزبط زي الجرجير بل انها اللاسعة بتاعتها قليلة جدا يعني اقل لاسعة من الجرجير يعني السبانخ دي تتاكل يعني بتنصح انها تتاكل خضراء لا حضرتك يا من تنطبخش هي انطبخت تقريبا فقدت اهميتها بالكامل فاحنا لذلك بنقول دايما للناس نحاول الحاجات الخضراء نخليها ناكلها خضراء يا دكتور او على الاقل تبقى طهيق بالبخار خفيف جدا جدا عليه عايزين بقى نبدأ معك اولى الامراض المناعية ونتكلم عن وصف لمرض الزقبة الحمراء واعراضه وطرق علاجه طبعا مشكلة الزقبة الحمراء قد تسبب خلل على مستوى الجسم كله يعني هذه الاصابة اللي تستهدف اعضاء الجسم او الممبرينزة او الاخشية بسرعة عامة قد تؤدي الى خلل في الكليتين قد تؤدي الى خلل في الرئتين قد تؤدي الى خلل في القلب كل هذه وبالاضافة لاني ممكن الاقي خلل على مستوى المفاصل كلها الاقي بعض الالتهابات المفصلية وبناء عليه بنبدأ عندنا دورين لو انا هتكلم عن الطب التكميلي يعني ال point of view الخاصة بالطب التكميلي مباشرة هشرح لمعليك العلاج بالطب التكميلي بسرعة عامة يا دكتور عماد انما لن اتطرق لي العلاجات الطبية كلنا يعني دي امر معروف وبنتعالج به ولكن احنا بنقول كطب تكميلي لمساعدة هذه الحالات على التخلص من مشكلة الذئب الحمراء سم النحل العلاج بسم النحل من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انا دايما اوصي بيها في اضطرابات المناعة الذاتية اللي بتساعدني على انها تعمل immunomodulation ضبط لجهاز المناعة سواء بقى من عن طريق انا اما بستخدم جرعات عالية تدريجية بقدر ان انا اتحكم في الحالة واعمل immunosuppression وبالتدريج طبعا الهدف من هذا العلاج هو عمل immunomodulation او ضبط لجهاز المناعة بسرعة بالتأكيد انا لما بستخدم العلاج بسم النحل بنستخدمه على الاعضاء التي تمت اصابتها يعني عندنا مثلا الكلتين فبنبدأ عندنا بصورة عامة في جسم الانسان بعض النقاط في الجلد الجلد يا دكتور عماد منذ بداية الخلق منذ بداية الخلق ربنا سبحانه وتعالى خلق من الطبقتين دول الجهاز العصبي والجلد كانوا في طبقة واحدة اسمها اكتودرم تلك الطبقة انفصلت الى شيئين الجلد والجهاز العصر فاصبح ان كل اصارة للجلد تمثل اصارة المين للجهاز العصر طبعا بيتم علاج بعض المواضع في الجسم وخصوصا المواضع الموضعية على الاعضاء ومواضع الدرماتون بصورة عامة الخاصة بكل الاعضاء الطرفية على حسب المشكلة ونبدأ نعالجها من الحاجات اللي انا هوص بيها الناس بصورة عامة في البيوت هقول لهم نحاول قدرا مستطاع نبعد عن الحاجات اللي هي الحمضية زي الشاي والقهوة نحاول نحن نشرب المشروبات الجميلة زي اليانسون الكرويا الشاي الاخضر بعد غسيله غسيل الشاي الاخضر بالماء الدافئ اولا ثم نبدأ ان احنا نشرب الشاي الاخضر ده جميل جدا اليانسون الكرويا الزعتر كل هزي المشروبات مشروبات امينة جدا على جهاز المناعة وتؤدي تدريجيا الى ضبط جهاز المناعة هو بس اسمحني اعطح عليك يعني منين نحصل على هذه المكونات وخاصة ان مش كل الشاي اللي اخضر بيؤدي الى نفس النتائج او احيانا بيتم معالجات معينة كيميائية لبعض النباتات العطرية عشان بيعها فبالتالي ممكن تعمل اثار جانبية اكثر خطورة هو بالتأكيد دكتور عماد انا دايما ننصح بان احنا نجيب العجبة العجبة الخضراء المباشرة العجبة الصحيحة يعني الاشياء التي تمت معالجتك من اي لا اوصي بها على الاطلاق جميل فتخيل الشاي الاخضر لا اخضر اخضر ومجفف اورجانيك ومتاز جدا وموجود عندنا في مصر وبيستوردوا مستوردين محترمين جدا واحنا بننصحهم انهم يستوردوا الحاجة او النوعيات الانضف والافضل زي ما بتشوف برا لكن نظرا لكل اهتمام الناس بالشاي اللي اخضر فبنلاقي النوعيات اللي موجودة يعني نقدر نقول متوسطة يمكن لما بسافر دول تانية زي المغرب او الجزائر او تونس بنلاقي ان هناك الشاي ده استراضه او الشاي اللي موجود في المجتمع هناك بدرجة عالية من النقاء اكثر بكتير جدا من المستوردين بيجيبوهن في مصر فاحنا بنقول ان قدرا مستطاع نجيب الحاجة الاورجانيك السليمة التي لم يتم معالجتها كيميائيا على الاطلاق ده اول هام رقم اتنين دايما نقول يا دكتور عماد ان احنا نخسل العجبة ولكن بعض الاعشاب بتحتوي على زيود طيارة اللي بتحتوي على زيود طيارة زي مثلا زي ما ذكرت اليانسون او الكرويا هذه الاشياء تحتوي على زيود طيارة بنسبة عالية في الحالة دي دكتور عماد بنخسلها بالماء الدافئ فيما لا يزيد عن 30 او 35 درجة 35 درجة بالكتير وبنبدأ بعد كده نصب عليها الماء الساخن ونبدأ نغطيها ولو ديئتين او تلاتة ونبدأ نشربها بعد كده ونحن نتكلم عن زيبة الحمراء يعني حقا عايزي برضو ان نقول للمشاهد ازاي يكتشف ان اللي عنده ده الخال المناعي انه عنده هو زيبة حمراء اعراضه ايه او موصفاته طبعا النقطة دي اي انسان بيشكو بسرعة عامة بتبقى بدايتها ظهور بعض الحبوب الحمراء على الجل يعني بعض بنشتبه فيها احيانا في البداية في بدايتها مع الصدفية فبنبدأ نشوف بعض التحاليل الطبية اللي بتظهر ليه المريض ده انه هو مريض بنصنفه بقى هل هو مريض صدفية ام هو مريض زيبة حمراء وخصوصا بعد عمل بعض الفحصات المتخصصة على مستوى الاعضاء الداخلية زي الكليتين شوف نسبة الكريتنين هل نسبة الكريتنين دي عالية لا يبقى نبدأ نصنف الحاجة دي على مستوى ان هي تصنف على تبع الزئبة الحمراء وليست اجزيمة او صدفية يعني هي بتبقى بحسب الاعراض اللي بتصيب المريض هل في عمره معين بتظهر فيه اكتر من عمره تاني وخصة ان بعض الاعراض دي بتتشابه مع عراض اخرى عند سن الطفولة المبكرة بسرعة عامة الامراض المناعة الزاتية ملهاش عمر اقدر ابدأ بينه جميل يعني هي بتبدأ من الطفولة بسرعة عامة الى يعني مش عايزين نقول لاخر العمر بسرعة مستمر مع حضرتك ولا بتبقى فترات فقط لا فترات فترات يا دكتور طيب حاضر شكرا استاذ محمد تابع معنا من خلال الشاشة يعني اكتر امجد من الحاجات المهمة بسبب حاج برضو متخصص في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والاتنين مكملين لبعض موضوع الالام الغضروف وخاصة الغضروف العنقي زي ما الاستاذ محمد كده مقال وكيفية التعامل معاه وخاصة ان كتير من الناس بتتخوف من التدخل الجراحي جميل والله حالات الغضروف العنقي درجات درجات بسرعة عامة انا لا اوصي بالتدخل الجراحي الا يعني زي ما بنقول الخطوة الاخيرة انا او اي طبيب دايما حالة الغضروف الغضروف بتروح له لا يوصي بتدخل الجراحي وبل بالاغذ بكل الوسائل الطبيعية اولا او زي ما بنقول الوسائل التحفظية لانه فترة بعد فترة كده كده تدرجيا هناك عملية استشفاء ربنا زي ما الجرح بيلم بنطمن كل مرضى الغضروف ان الغضروف بيحصل له حاجة اسمها شرينكينج او انكماش هذا الانكماش يساعد على ازالة الضغط عن الاعصاب او ازالة الضغط عن بسرعة عامة عن الشيء اللي ضغط عليه الغضروف ولذلك انا هسأل او انا بقول الاستاذ محمد خلي بالك كويس قوي الحجامة مش علاج لكل حالات الغضروف ليه؟ لازم نبقى عارفين حالة الغضروف دي هل هي عاملة ضغط على نيرفي فقط ولا عاملة ضغط على الامهات جميل ضغط على الام الجافية من بره يعني على الحبل الشوكي حواليه مجموعة امهات اراك نويدز موجود الام الجافية في طبقة في الاخر والام العنكبوتية والام الحنون الحبل الشوكي ده دكتور عماد عبارة عن الجهاز العصبي قناة عصبية يمر فيها الحبل الشوكي عائم في القناة العصبية عائم في القناة العصبية واي غضروف بييجي للشخص ممكن يبقى الضغط بتاعه سنترال في اتجاه مين؟ في اتجاه الحبل الشوكي في الحالة دي دكتور عماد بيبقى لازم ان احنا نكون ببعض الاجراءات اللي هي التكويمية نعمل تكويم للعمود الفقري عشان نقلل الضغط من عليه ولذلك عايز اقول الناس ان الحجامة مش في كل الحالات دي الحجامة يا جماعة يعني في حالات ما يكون ان انا عملت تقييم لحالة الرقبة وجدت عندي احتقانات موضعية في الرقبة احتقانات موضعية في حالة الاحتقانات يعني تيبس او احتقان موضع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا دكتور عماد بيقول اذا هاجت دمه باحدكم فليحتجم فان الدمه اذا تبيغ بصاحب تبيغ دي يعني زاد واحتقان احتقان دموي الا ايه موجود في قلب المنطقة ما بينشيل الاحتقانات دي بتساعد على عمل بلوت فلو وتنشط للدورة الدموي ممكن يكون الاستاذ محمد اللي سألنا وعنده حالة غضروف اصلا عضلاته متقلصة فهنا بقى اجي يجي يشتغل الطبيب او المعالج على الرقبة بجلسة حجامة فيزود الرقبة تشنجات فالحالة دي بنقول له هنالك من الوسائل العلاج الطبيعة متعددة جدا ومن الطب التكميل العلاج بسم النحل ممتاز جدا يساعد على ارتخاء العضلات وتنشيط التوصيل العصبي سرع التوصيل العصبي وتنشيط الدورة الدموية بسرعة عامة في المنطقة يعني اذا لكل مقام المقال كما نقول يعني هي مش قاعدة سابتة الحالة دي لازم اعملها بيبقى الحالة لازم يتم فحصها عند المختص ونبدأ نشوف الضغط بالزبط هل هو في اتجاه العمود في اتجاه الحبل الشوكي ولا في اتجاه الايه الاعصاب الطرفية ضغط على القناة العصبية الطرفية ولا ضغط في اتجاه الحبل الشوكي وهنا بنبدأ ناخد الاجراءات يا ترى هل هنستخدم عمليات الشد هل هنستخدم عمليات التكويم هل هنستخدم عمليات تفك طبعا ده كله في ظل برنامج دوائي مع الطبيب المختص من فيتامينات مهمة عشان صحة الأعصاب أو بعض الدهنات أو بعض الأدوية المساعدة على ارتخاء العضلة يا حركة تنصح محمد بأنه يتوجه لطبيب علاقة طبيعية طبعا المختصين ده المختصين أنا أعتقد محمد ما تعليكش عند حد مختص يا تنصحه أي حركة لأن دايما المختص عايزة أعرف محمد برضو النقطة دي يا دكتور عماد دايما المختص من الصعب أنه يفوت الظواهر جميل من الصعب أنه يبقى معاه مريض ما بيستجيبش جلسة أولى ما بيستجيبش جلسة تانية ما بيستجيبش جلسة تالتة ويعمله كمان جلسة ربعة الحاجات ده يعني دي استحالة تكون الكلام ده أكيد محمد بيتعالج بصورة يعني غير نظامية خالص يحتاج أنه يمهم لحد مختص في العلاج الطبيعي بالضبط بالضبط حد مختص في الأعصاب وحد مختص في العلاج الطبيعي بحيث أن يبقى البرنامج العلاج المقدم سليم يا دكتور متكامل السؤال الثاني لمحمد وستاذ محمد بيتكلم عن مشكلة كبيرة وقد تسبب أيضا مش فقط أثار مرضية صحية ولكن أيضا بيبقى لها انعكاسات اجتماعية وموضوع الحساسية والهرش عايزين نقول مشكلة الحساسية والهرش دي مشكلة دي من المشكلات المناعية في الأساس يعني هي في الأساس اضطرابات مناعية وأنا بوصل الناس كلها لأن المشكلة دي اتعرضت علي كسير جدا جدا وأنا وجدت أن أكثر علاج بيفلح فيها أن احنا نشوف الأطعمة أو الأشياء بصورة عامة اللي بيتحسس منها جسم الإنسان ففي من التحليل اللي موجودة دلوقتي جميلة جدا يا دكتور عماد زي الفود برينت ده بيبدأ يشوف لي بياخد العينة من دمه ويبدأ يشوف التفاعل مع الأطعمة بصورة عامة أو هل بتطلع أنت باضي ولا لا؟ الجسم بيعمل لها أنت باضي ولا لا؟ أجسام مضادة ومن هنا بنعرف هل الإنسان ده بيتحسس من نوع معين من الطعام ولا لا؟ جميل؟ فدي أنا بوصل بيها دايما مرضى الحساسية المزمنة زي الأساس محمد كده اللي بتأتيه تلك الحسية على فترات أو حتى كانت غير مزمنة عند بعض الأفراد بنقول لهم أول حاجة تعملها أنا بنصحك بيها غذائك غذائك دوائك يا ترى إيه من غذائك اللي بيسبب لك الحساسية؟ بعض الناس بيتسبب لهم الحساسية دي بسبب القمح نفسه الجلوتين اللي موجود في القمح فيبدأ يتحسس بسرعة عامة شوف بقى تخيلها دكتور عماد كم أكلة بنأكلها في اليوم فيها جلوتين هتجد أن كل وجبة موجود فيها بعض الناس بتتحسس من الخميرة الخميرة نفسها بعض الناس بتتحسس من مأكلات زي الفراولة أو الطماطم أو أو فإحنا بناء عليه بنقول أول حاجة الغذاء تاني حاجة بقى اللي دايما بوص بيها مشروبات مضادة للحساسية المشروبات المهدئة يا جماعة للجهاز العضم ما هي المشروبات المهدئة للجهاز العضم لسه أذكرهم يا دكتور عماد يعني من الحاجات السهلة جدا الكراوية ولينسون كراوية وينسون دول من المشروبات يعني تخيلوا معدت الطفل بتتقبلهم وبتلطف عن الطفل ما ذلك بمعدة الكبير الكبير نفسه يعني أحيانا ما بيجي أقول لحد اشرب كراوية اشرب ينسون يقول لك وانا برضع في بعض الأطباء بيقولوا ان اليانسون بيزيد من هرمونات الانوسة لا يا دكتور احنا طبعا احنا في كل حاجة من الحاجات اللي هي ممكن انها يعني إلى حد ما مش تزود الانوسة ولا حاجة ولكن احنا بنقول ممكن تأثر نسبيا على التستيستيرون ده المشروبات العالية يا دكتور يعني احنا بناخد مثلا في اليوم واحد بيشرب تلاتين كباية هل ده بنقدر نوصله؟ ده طبعا صعب استحالة انما لما اجي أقول لي الأستاذ محمد أو أي حد بيشتكي من المشكلة دي يقول له اشرب كباية صباحا ومساءا يعني شيء جميل جدا جدا يعني احنا بنتكلم برضو في نفس القطار في موضوع او قضية الأستاذ محمد الخاصة بالحساسية هل بعض انواع الملبوسات او الاخطية بتتسبب في وجود الحساسية ولا هارش؟ ممكن ممكن جميل جدا جدا ولذلك البوليستر البوليستر ممكن يكون مسبب جميل ولذلك بنقول دايما الملابس الكطنية هي الأفضل وخصوصا الملابس الداخلية كل ما كانت كطنية كل ما كان أفضل وأكيد كمان أعتقد تعرض للتكييف في بعض الناس عندهم تحسس طبعا الده التكييف من الحاجات اللي تزودها دكتور أو ممكن تكون في بعض الحالات سبب من الأسباب يعني كل ده يؤدي إلى اختلال مناعي زي ما دكتورنا كده الحبيب ما بيقول يعني أكتر من سبب حركة يعني هتبحث وراء هذه الأسباب وتحاول أن انت تتجنب يعني ياما الأطعمة اللي بتسبب التحسس أو الملبوسات والأخطية أو اللي لو كان فيه التكييف فناخد الاتصال من ولاق من البحيرة أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ أولاد تفضلي كل سنوات طيبية وانت بصحة وسلام معاك دكتور أمجد أهلا وسهلا بيك تفضلي لو سمحت يا دكتور أنا على طول أي لقمة حطها يعني ساعة ناكل بطنة وجعني وأروح الحمام أعمل إسهار رغم أن أنا عملت منظر والمنظر قال إن هو الشوية التعبات في الكولون وبرضو معدتي تعباني على طول معدتي على طول باستمر وجعاني وعملت منظر برضو قالوا الالتهابات رغم العلاج اللي خدت كله ما بيعملش أي حاجة عايزة أعرف إيه سبب الإسهال كلما أكل أي لقمة وعملت جميع التحاليل ما تش أي حاجة أخش الحمام أعاني بعمل إسهال وبعاني كده عايزة أكثر أبني يا دكتور تابع معنا أستاذة ولاء حالك نسألها يا سؤال طيب تابع معنا من خلال الشاشة أستاذة ولاء لا يمكن من خلال الشاشة يا سؤال زولاء أن أنا أقدر أعرف إيه اللي عندك بالزبط يعني ده من عشر مستحلات جميل يعني حضرك عملت منظار وأساذة متخصصين ده كترة متخصصين وشافوا عملوا أنا هقدر أن أنا في مكاني أقولك على الأغذية اللي هتساعدك وبعض الوجبات اللي تمتنع عنها عشان تساعدك في الالتهاب سواء بقى كان الالتهاب اللي عندك ده كان ميكروبي يعني بعض الميكروبات اللي ممكن تسبب الكلام ده يا دكتور عماد زي هلوبكترا بيلوري من الميكروبات اللي ممكن جرثومة تؤدي إلى هذه المشكلة تؤدي للتهاب وارتباك عند المريض وخصوصا الناس اللي هم عندهم ضعف في منعتهم بسرعة ممكن يكون هناك حساسية للكنديدة مثلا هي السبب في الكلام ده ممكن تكون أي سبب من الأسباب يا أستاذ أولاء ولكن يعني عشان تكون إجابتي موضعية ومفيدة وأقدر أن أنا أفيدك هتدي لك الأطعمة كل الأطعمة اللي هتفيد الماعدة والقولون وأعطيها بعض المشروبات الملطفة للمعدة والقولون ودي مشروبات هتساعدك بسرعة عامة وهتقلل من حمضية المعدة وبالتالي بقى إحنا يعني إيه قدرنا نفيدك جميل طيب أول حاجة عايزين نقول لل أستاذ أولاء أول حاجة نبعد عن الأكلات المضرة بالجهاز الهضمي بسرعة عامة أو بالجي آي تي المعدة وبسرعة عامة القولون سواء بقى الأمعاء أو القولون من الأكلات المضرة جدا جدا يا دكتور عماد عندنا كل كل الموالح أي طعام مالح يضرها ويرفع الحموضة جميل أي طعام مالح أي طعام بالشطة الموالح اللي هو الفواكه الموالح نفسها أي طعام مالح تزود الملح في الطعام ده يضرك ويرفع الحموضة رقم اثنين حتى للملح الصخري يا دكتور يعني حتى الملح الصخري يكون باعتدال باعتدال أما الملح اللي احنا بنستخدمه يا دكتور اللي واخد بالرغم أنه واخد موافقة الـ FDA ولكن بعض الميديكار رسيرش ضده ضده بصورة كبيرة جدا طيب عايزين نقول كمان لها إن كل الطعام المسبك اللي فيه حضرتك بتعملي التقلية أو اللي فيه الطماطم بتعمليها في السمنة أو في الزيت أو أو ده ده يرفع حموضة المعدة على أشدها جميل عايزين نقول لها أيضا كل الأطعام المحفوظة قد تؤدي إلى اضطرابات في المعدة والقولون بسرعا كل الأطعام المحفوظة عايزين نقول لها حتى السمك المملح خلي بالك منه ممنوع الرنجة الرنجة حبيبت المصريين خلي بالك منها سيئة جدا جدا في كل اطرابات المعدة والقولون عايزين نقول لها إن الطماطم إذا طبخت كانت ضرّة لك جدا جدا حاولي أنك أنت تخلي خضرواتك نيف ني أو طبعا ده أول أهم هنقوله لها رقم اتنين معذرة هنوصيها ببعض المأكلات أو المشروبات الجميلة جدا نبدأ بي يا دكتور نبدأ بالمشروبات المشروب الجميل جدا أنا هحاول إن أنا يعني أقولي الجهاز الهضمي كله في مشكلة وحاول ألطف عن الجهاز الهضمي بمشروب جميل يحتوي على لو هناخد ونكتب مع بعض كده خمسين جرام من الخزامة الخزامة أو اللافندر الخزامة دي من الحاجات الجميلة جدا الملطفة للجهاز الهضمي ومعاهم ناخد خمسين جرام من الشمر ملطف ممتاز جدا جدا للقولون والجهاز الهضمي بالكامل الشمر خمسين جرام ناخد كمان الكرويا والينسون لسه إيه لهم ناخد خمسين جرام وخمسين جرام وحبة البركة حبة البركة ممتازة جدا ولكن خلي بالك بلاش زيت حبة البركة في الحالات دي يضرها جدا يعني علشان بعض الناس بتفكر بتبخى بس عايزين نقول لهم لا هناخد الحبة البركة وبنسبة 20 جرام فقط على التركيبة دي وإن كانت نفعل القولون ولكن قد تؤذن معدى شيئا ما فلذلك احنا بنحط المعيار اللي هو الآمن للمعدة على التركيبة الجميلة دي نحط 20 جرام بس يا دكتور عماد مع 20 جرام من الزعتر مع 10 جرام من النعناع بس كده يا دكتور بقى التركيبة ممتازة جدا جدا ولو عندها امساك أو اسهال هنقول لها والله لو امساك ممكن ناخد القرون السنة مكي ممتازة جدا في الحالة دي لو ناخد كمان 10 جرام عليهم لو كان عندك اسهال يبقى بلاش ناخد خالص هذه العشبة وبالتالي بحنا كده خدنا مشروب ملطف ممتاز جدا لإيه للجهاز الهضمي من الحاجات المسكينة لك وقت ما يكون فيه التهاب شديد دايما هنصحك بملعقة من عرق السوس بدرة عرق السوس من المشروبات القوية والمسكينة السريعة والتي عليها دراسات علمية عديدة في تسكين وتلطيف الجهاز الهضمي بالإضافة لأننا أنصحك بالعلاج بالحجامة في الحالة دي هيساعدك نسبيا يعني طبقا للتجارب الإكلينيكية بسرعة عامة هيلطف نسبيا معاك وخصوصا القولون لأن تشنجات عضلات أسفل الظهر يا دكتور بتبقى تسبب بعض تعمل رادييشا أو تسبب تقلصات لعضلات القولون فلما يكون الشخص لينة دورة دموية بيساعده أكتر وأكتر هل لبن الرايب ينصح لي في الحالة دي ينصح يا دكتور بعد كل وجبة مهم جدا زبادي أو لبن رايب دي من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا اللي تقلل الحموضة بسرعة عالية جدا بعد الوجبة ولو ما كانش الأثار الكليينيكية يعني بهذه الطريقة اللي حالك بتقولها ممكن يكون السبب نفسي هل يؤثر على القولون العصبي أو يعمل اضطرابات والله أنا ممكن احنا نقدر نقول ده كلام سليم ولكن يعني نحاول نستبعد الأسباب النفسية قدرا مستطاع وندور في الأسباب العضوية لأن كثير من المرضى نظلموا بالجملة دي كثير من المرضى تم اكتشاف أمراضهم بعد فترة سنين و سنين من عذاب مع شبهة الاترابط النفسية هي السبب فبنقول للناس لا دور على دائق على قد ما تستطيع ومتى يقس بسرعة طيب يا دكتور وإحنا بنتكلم زي ما يعني أشار الأستاذ محمد اللي اتصل من القاهرة ويتكلم عن ألام الغدروف الراقبة أو الغدروف العنكي عايزين حتى برضو تكلمنا عن كيفية التعامل مع الغدروف القطنى الغدروف القطنى يا دكتور عماد على حسب الدرجة يعني هناك بعض الدرجات بتبقى درجات خفيفة جدا لا تستدعي أكثر من راحة في السرير وخلال خلال مع العلاج الدوائي الخفيف جدا جدا بعض المسكنات الخفيفة اللي أنا هنصح الناس أيضا فيه هقول لهم فيه بدائل من الطب التكميلي فيه ممكن حتى بعض الكلمات ممكن نبدلها بحاجات منزلية جميلة زي زيت الكافور وزيت النعناع والحاجات دي يا جماعة ما هي اللي بتصنع منها الكلمات نفسها يبقى لو عملنا مخلوط جميل جدا بنصح بكل حالات الغدروف القطنى الدرجات البسيطة هنصحهم بتركيبة جميلة جدا جدا وأنا متأكد يا دكتور عماد أن الناس الطيبة دي هتجيب نتائج عالية جدا هنقول لهم 30 جرام من زيت زي النعناع 30 جرام من زيت الكافور و15 جرام من زيت الخردل مع 30 جرام من زيت الزيتون نبدأ نعمل كمدات ماء دافئة بالفوطة توضع في الماء الساخن ثم توضع على المكان مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وبعد كده أبدأ أن أنا أشيل الفوطة ونشف وضع بعض الزيوت الخفيفة ونكون بعملية تدليك جيدة للزهر لأسفل الزهر ولو كان عندك رادياشن حتى وكان النيرف مضغوط أو ميكانيكا اللي لوبك بين وعندنا ضغطة على عرق النسا أي حاجة من هذه المشكلات بنبدأ نعمل على كورس الخاص بالنيرف على الرجلين كده ونبدأ نعمل نفس الكمدات ونعمل تدليك بهذه التركيبة الجميلة هتساعد في الحالة بسرعة عامة جدا طيب بعض الدرجات التانية دكتور عامات بقى اللي بنقول لها لابد من القيام بعمل جلسات علاج طبيعي وطالما هنا ذكرت العلاج الطبيعي فأنا أذكر لهم العلاج بالحجام علاج ناجح جدا جدا في كثير من المشكلات الغضروف ليه بقى الحجامة بتعمل يا دكتور عامات يتسئل السؤال ده كتير جدا هي الحجامة هتعمل لي الغضروف هقول لك برضو أنا أنا آمل في العلاج التحفزي أنا آمل في الاستشفاء الرباني زي ما قلت في بداية الحلقة جرح وهيلم كذلك بقول لك غضروف ويحصل له شرينكنج وهينكمش في الحالة دي بنحتاج عندنا إن احنا نعمل تنشيط للدورة الدموية في منطقة أسفل الزهر اللي هي فيها الغضروف القطني نبدأ العضلات حوالين العمود الفقري نبدأ نلين هذه العضلات بنشاط للدورة الدموية عن طريق جلسات العلاج الطبيعي مع العلاج بالحجامة جميل جدا جدا في الحالة دي ويساعد على إزالة الكنجست بلد أو الدم المحتقن فيبدأ يساعد لي على دخول الدم وخروجه بصورة سهلة وبعد كده يا حضرات بيبدأ الجسم أو العضلة بتكون في حالة أجمل أيضا العلاج بسم النحلة يا دكتور من العلاجات السريعة والساحرة في مشكلات ألام أسفل الزهر ناخد اتصال من محمد من الجيزة السيد محمد السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام والصحة والسلامة تفضل معك دكتور أمجل أهلا وسهلا تفضل معك دكتور أمجل لو صمحت يا دكتور بالنسبة لدى رسومة المعدة أو المكروب الحياة زوني في حاجة مطبيعة مفيدة لها مش عارف ليه يا أستاذ محمد حسنا تكلمتني قبل كده آه أنا اللي كنت أتكلم مش هادو صعب أن أنا أفوت الظواهر يا أستاذ محمد طب الصح والسلام نفس الصوت آه طبعا طبعا طب السؤال التاني اللا سالة التانية عشان وقت البرنامج قرب ينتهي فضل حوالي كمس دقائق نحن نسعد بك الأخير نذاب الله إن شاء الله تتكرر في حلقات طبعا عايزين نقول لأستاذ محمد جرثة المعدة من الحالات اللي ليها عليك في الطب التكاملي ممتاز جدا يؤثر عليها وأنا ما قدرش أقول لك أن هي يعني 100% قد تنتهي لأننا ما تبعتش حالة للنهاية في الحالات دي ولكن بسرعة عامة جابت نتائج ممتازة جدا جدا ممكن تستخدم التركيبة التالية وهي آمنة جدا يا دكتور عماد وأنا بنصح بها حتى السليم حتى الإنسان السليم هقول له هات كيلو عسى النحل وحط فيه 10 جرام من غزاء الملكات غزاء ملكات النحل ومعاهم 10 جرام من البربليس صمغ النحل ونبدأ ناخد ملعاكة 3 مرات في اليوم مع مشروب ملطف مهدئ زي مشروب الشمر زي مشروب الكراوية زي مشروب الينسون المشروبات الملطفة مع التركيبة البسطة وإن شاء الله بإذن الله تطمننا عليك قريب شكرا جزيلا دكتور أمجد عزاء على عزاء المشاهدين حيا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من عيادة رمضان وصحبنا فيها الدكتور أمجد هزاء خبير العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية شكرا دكتور أمجد ونشكركم أعزائي السادة المشاهدين على حسن المتابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته